أهلاً يا إسراءة فضالي أهلاً بحضرتك لو طمحتي أنا كنت بس عايزة أسأل الشيخ بحاجة أنا ببقى بصلي يعني أو مش بصلي في العموم ببقى مثلاً قاعدة بحسب أعوذ بالله بحسب بكلام غلط بيتقال في دماري أنا مش عارفة أنا اللي بقولي الكلام ده ولا وسواسة شيطان يعني ممكن أبقى مثلاً بصلي ومركزة في الصلاة وبقول الكرآن وفي كلام وحش قوي بيجي في دماري ده بيجي أثناء الصلاة بس يا إسراء لا في العموم يعني ممكن أبقى قاعدة كده وأعوذ بالله ألاقي مثلاً شتيمة جات في دماغي سيئة جداً وأقعد بتعيز بالله وأقول حاشة لله بس معرفش ليه بتجي لي كتير الحالة دي معرفش ليه ده بقى لك قد إيه لا كتير كتير أوقات كتير بانتها خالص يعني ممكن أعوذ بالأيام وبالشهور طبيعية جداً في صلاةي وفي حياتي عادي وفي حياتي ألاقي مرة واحدة جات على دماغي حد وش جداً أقعد أقولي ربي يكون داشطان مش أنا اللي بقول كده كم سنة إسراء؟ 24 ماشي إسراء حاضر طيب إسراء بقى بيجي لها صوت في ودنها هل ده وسواس قهرية ننصحها بطلبه والمائل؟ نعم دينا نعين من الوسواس في وسواس من الشيطان وفي وسواس من النفس أما الوسواس الذي هو من الشيطان إذا قد الإنسان أستعيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انصرف عنه خلاص ده راح بسهولة لأنني ما يقدرش يعني أما الوسواس الآخر هو وسواس النفس اللي هو يسمى الوسواس القهري الذي يقهر الإنسان في توصيل ما يريده أن يصل إليه فهذا من حديث النفس يأتي نتيجة بعض الضغوط التي قد يتعرض لها الإنسان لفترة طويلة أو ما شابه ذلك والطريق ده علاجه مش في العبادات والذكر الطريق ده علاجه عند الطب النفسي لأنه يقدر يعرف إيه الأسباب التي أدت إلى هذا النوع من حديث النفس عن طريق الوسواس القهرية فيما إذا كان ده ضغوط نفسية أو عصبية أو بعض الأمراض العصبية التي قد تحدث يبقى نبدأ الأول بوصفة دينية إذا لم يعني مجابتش نتيجة روح لطب النفس فإيه الوصفة بقى لك؟ الوصفة الدينية أنها تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه أي واحدة من الثلاثة ينفذ في وجن أو يعمل كذا أو كذا فإحنا نستعيد بالله من هذا فإحنا لما نقول هذا الذكر حتى النبي على الصلاة قال إذا جعل الإنسان في صلاته فليستعد بالله منه ثم ليتفل عن يثاره يعني بصع المين وهم فقد كانوا بيتفل يعني ثلاثا بالهوى مش بيتفل تمام؟ كده ثلاثا إذا جعل الإنسان في حال الصلاة فهذا شيطان يقال له خنزب كما سماه النبي عليه الصلاة والسلام يأتي للإنسان في أثناء صلاته أما ما عدا ذلك فهو يستعيد بالله من الشيطان الرجيم كما ذكرنا ثلاثة مرات أو خمسة مرات إذا لم تستطيع أن تتخلص منه دخلت في قراءة آية الكرسي فقراءة آية الكرسي أقوى علاج ناجح إذا كانت المسألة هكذا إذا ذلك لم يأتي بنتيجة ففي خواتيم صورة البقرة إذا كل الخطوات الثلاثة الاستعاذة أو آية الكرسي أو خواتيم صورة البقرة لم تأتي لها بفائدة فهذا يسمى وسواس قهرية يحتاج فيه للطب النفسي يدي له بعض الأدوية الكيميكالزة عشان خاطر تساعده على ممكن يكون فيه بعض عناصر في الدم منقوصة عند الإنسان بتؤدي إلى ذلك ممكن يكون الجهاز العصبي لعند الإنسان فيه بعض أمراض عصبية تحتاج إلى علاج وهذا يعرفه المتخصصون في العلم